لأن الدين الذي لا يجد له براهيم وأدلة تثبته من القرآن أو من السنة لأنه دين ضعيف متهافت لا أصل له ولا جذور فلا شك أنه سيستعين بحيل أخرى لإثبات هذا الدين لا سيما في مقام المناظرة وفي مقام الحوار وفي مقام الدعوة وفي مقام الحجة إذا خلى الدين من الحجج لجأ إلى الحيل والكذب ولذا الله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم يفترون كم جاءت من آيات في القرآن تصف الكفار أنهم أهل فرية وأن من أعظم الظلم ما يفترونه على الله عز وجل أيها الإخوة ما من شعبة من شعب الكفر وضلال إلا وتجدها عند أشيعة الإمام لا بد أولا أن نبين شيئا مهما جدا وهو أن الكذب عند الإمامية عبادة الكذب على أهل الإسلام عبادة يتدينون به ولذا والله أنا شخصيا لم أرى مناظرة أو حوار أو أمارسه شخصيا مع الشيعة إلا وأجد الخصم الشيعي يكذب كذبا فجا لا كذب خطأ يعني غير مقصود فهم ضعيف للنص لا 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 كذب يختلقه تعبدا الحمد لله في هذا الزمان زمان انتشار كتب الشيعة الإمامية زمان الفضائيات أطلت علينا الحقيقة وظهرت أنهم يكذبون تعبدا ممكن يزور لك كتاب هذا كبرى عن عالم من علماء أهل السنة مثل ما اسفعل عبد الحسين الموسوي في كتاب المراجعات أو صاحب كتاب ليالي بيشاور في كذبة وغير ذلك يكذبون وانشئون الكذب في نصرة الدين من أين نشأ هذا الكذب؟ من أين انطلاق؟ شوفوا معاي أخواني ولذلك يعني يكثروا الكذب عندهم حتى شهد بعضهم على بعض أنهم يكذبون وأنهم أكذب أهل الأهل هذا يا أخواني كتاب الكافر للكلين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام وما عندهم مشكلة كذبوا على الله ما يكذبون على رسول الله قال إذا رأيتم أهل الريبي أو الريبي والبدعي من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم لاحظوا اللي يسأل يقول ليش الشيعة عندهم بذاعة في السب على المسلمين هذا هو المنطلق من هذه الرواية وأمثالها وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم آية باهتوهم هذه باهتوهم هذه حطوا عليها ألف مجهر ألف مكبر لأن المعممين يعملون بها حينما يتصارعون فيما بينهم وينظر بعضهم إلى بعض على أنه صاحب بدعة يبهته حينما المرجع يرد على مرجع آخر يرى أنه ضال يبهته حينما يناظرون أهل السنة يبهتونهم تدريش معنى يبهتونهم يعني يتعمد الكذب عليهم يقول فيهم ما ليس فيهم يقول فيهم ما ليس فيهم يعني مثلا يقول فراج الصهيبي هذا ألف كتابا اسمه كذا كذا يشتم فيه الأئمة وإلى آخر مثلا وهذا يجوزونه يجوزونه لنصرة الدين وممكن يطلعون بعد وفاة العبد الفقير أو أحد من علماء أو من طلاب العلم أو من محاوريهم كتابا يقولون فراج الصهيبي قبل وفاته راسل الشيخ بلان وقال أنه اهتدى على يده مثل ما صنع عبد الحسين الموسوي مع شيخ الأزهر سليم البشري لما مات بعد ما وتطلع كتاب مراجعات وقال أنه اهتدى وهذه مراسلاتي بيني وبينه هذه كتاب المراجعات طبعه ونشره بعد وفاة الشيخ سليم البشري توفى سنة 1935 والسيد عبد الحسين شرف الدين نشر كتابه سنة 36 يعني بعد وفاته بسنة هذا الكتاب اللي الآن موجودا باسم المراجعات ترى هاي من نسخة الأصلي ومع الأسف الشديد أنه هذه احنا نتعامل معها أنها شنو بعبارة أخرى لو كان سليم البشري اللي وقع الحوار بينه وبين من وبين شرف الدين لعله كان يعترض على جنو لماذا لما في مقدمة الكتاب أعزائي التفت يقول لقد كان الحوار التاريخي لهذين العالمين العالمين من علماء المسلمين شرف الدين والبشري يعني سليم البشري قبيل الحرب العالمية الأولى بثلاث سنوات تقريبا غير أن نصوص هذا الحوار الهادئ والفريد من نوعه قد انتهبت أو أحرقت مع جملة من نفائس الإمام شرف الدين فالنسخة الأصلية موجودة لو ما موجودة هو ماذا يقول يقول بالأخير غير أن الله سبحانه قد من عليه بالتوفيق فشرف الدين فأعاد صياغة مضامينها واستعاب بحوثهما بما هو قريب من الآصل قال هيش يجاوبني قد يكون سليم البشري حي ويقول لا لا أنا ما أي شي ما قلت أنا قلت شنو هذا فهمك شان من عبارتي بعد حج مولان عليه لو مو حج أن المحاكمات حسب تعبير منه تعبير شرف الدين أن المحاكمات التي جرت بيننا موجودة بين هاتين الدفتين بحذافيرها مع زيادات اقتضت الحال إذن أكو زيادة ونقيص له ما موجودة وربما جر إليه السياق على نحو لا يخل بما كان بيننا من الاتفاق هذا بحسب فهمك ونظرك لا بحسب فهم من سامع إلى الآن مولان أي واحد يحجي على المراجعات أبدا ليش أنه إذا قال هاي شكل بعد يصير حج على البشرية أو ليست بحجها والله ما استطاع البشرين يجاهم من يضع شو تسوي فيه مثل هذول ما الحل فيهم المهم نرجع إلى الرواية لاحظوا يا جماعة باهتوهم وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا ببدعهم يكتبوا الله لكم بذلك الحسنات ويرفعوا لكم به الدرجات في الآخرة ولذلك السباق على إيش على الكذب اكذب الجنة فوق راسك كل ما تكذب كل ما تزيد حسناتك كل ما تكذب على أهل السنة وعلى أبي بكر وعلى عمر وعلى عائشة كل ما تزيد حسناتك ترى هذه قاعدتهم يا جماعة والله أنهم يعرفون أنهم يكذبون لكنهم يتعبدون بالكذب يرون أن هذا يرفع درجته في الجنة طيب واحد من الشيعة يقول والله يا شيخ فراج أنت واحد سني أنا أريدها من مراجعنا أنا أريدها من شيوخنا وليهم خذوا هذا رشيد الحسيني روايات عندنا وعندنا مسائل شرعية أيضا يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام إذا رأيتم أهل البدع فتوى شرعية أقراها عن علمائنا عن فقهائنا أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات هؤلاء لابد من مقاومتهم إشلون مقاومتهم يعني مثلا تسأل أهل السنة أقول والله أرد على الرافضة بما في كتبهم لا بل أحاجهم بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهدم دينهم بالقرآن والسنة ما أحتاج إلى أني أكذب عليهم شوفوا شي يسوون قال عمائم رمزية إلى المعممين صراع داخلي وخارجي من باب أولى وفي بعض الأحكام الشرعية لابد من مباهتهم مباهتهم يعني النبهتهم نبهت يعني شنو مولانا يسألون السيد الخوئي سيدنا أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين يجوزنا نكذب عليها ونقول للناس هذا يسوي فلان شي وفلان شي هو ما مسوي نقول للناس هذا يسوي فلان شي وفلان شي هو ما مسوي يعني شنو يعني بهتان بهتان نبهته نبهته يعني نكذب عليا سيد الخوي يقول باسمه تعالى نعم يجوز مباهتهم النبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم أهل البدع أهل الضلالة أصحاب المدارس الفاسدة أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة هؤلاء لابد من إبعادهم ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم واقع هكذا شايفين يا أخواني من وين جايبين هذا الكذب؟ من الخوي من المراجع من دينهم من مراجعهم ولذلك يا أخواني والله من المناظرات اللي شفناها فضائيا خلوكم من الكتابية أو الكتب يعني عموما لأن الكذب في كتبهم كثير 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 جدا لا القديمة ولا المعاصرة نحن نتكلم عن الفضائية والله من قناة المستقلة إلى يومنا هذا والله وبالله وتالله ما رأيت مناظرة بين سني وشيعي إلا وجدت الشيعي يتعمد الكذب مو يخطأ في النقل مو يتوهم لا يتعمد الكذب من وين جايب هذا الكلام؟ من هذه؟ أبي أوريكم مقطع ثاني وضروري تشوفون هذا المقطع تتأملونه أخواني هذه معترافات أو اتهامات سنية أو اعترافات ناس من عندهم صغار لا على مستوى المرجعية باب الإفتاء لسيد الخول سراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات اللي في المقدمة يقول أستاذنا الشيخ مرز جواد التبريزي أنه كل ما لم أعلق عليه شنو؟ ها؟ موافق عليه رقم السؤال ألف ومئتين وخمسة وأربعين هل يجوز الكذب على المبدع؟ يعني صاحب البدعة أو مروج الضلال؟ هذا الباب هواء مفتوح لمن يريد؟ بس اتهم شنو؟ ضال؟ إذن ابدي شنو؟ تعال افتح في مقام الاحتجاج عليه إذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلة إذا توقف رد باطله عليه شنو؟ اقرموا له جهات مو بس جازة بل أفضل شنو؟ ها؟ أفضل القربة لاحظ مو بس جازة بل أفضل القربات هوي تبريزي شايفين يا أخواني يعني دينهم قائم على الكذب؟ الحين ماذا يبقى لهم في برامجهم؟ في قنواتهم؟ بل حتى في اليوتيوب يتعمدون الكذب على الصحابة على التاريخ على القرآن على أهل السنة يزورون يبهتون يقذفون قذف يعني دينهم يجوزنهم يقولون هذا عبادة عظيمة اكذب شايفين يا أخواني؟ يلا نكمل مع كمال الحيذة السائل كاملا دقيق واقعا ده يسأل بمضمون الرواية 1246 هل يجوز السب أهل البدع والريب؟ هذا اللي يورد فيه صحيحة داود بن سلحان ومباهتتهم والوقيعة فيهم إذن تبين المباهة شنو هي عزيز؟ بهتان مو إقامة الحجة بهتان مو إقامة الحجة العبادة مو إقامة الحجة والرد عليهم لا الكذب الكذب عليهم الافتراء عليهم أن تكذب عليهم بأن تقول فيهم ما ليس فيهم وأن تقولهم ما لم يقولوا تعبدا ولذا أطنان من الكذب في كتبهم في فضائياتهم حتى إلى يوتيوب كم بهتان مو إقامة الحجة بقرينة أنه يقول ماذا؟ والوقيعة فيهم وهناك يقول كذب عليهم التب جيدا قال الخوئي إذا ترتب ردع منكر على تلك فلا صاحب الجواهر بصرفه يقول بل أفضل القربة بل أفضل القربات أن تكذب وتفتري وتبهت وتقول أم المؤمنين عائشة فيها وأبو بكر فيه وعمر فيه والصحابة فيهم والشيخ السني ابن باز فيه وابن تيمية فيه وإلى آخر أفضل القربات تبهتهم تكذب عليهم وتألف عليهم قصاص وأشياء ولذلك دينك أيها الشيعي دين المراجعي دين الكذب والبهتان والافتراء لا مصداقية لا لكتبهم ولا لما يقولون ولا لما يبحثون لا بحوث ولا كتب ولا رسائل ولا فضائيات ولا غير ذلك كذب دين قائم على الكذب وعلى البهتان عد بينكم وبين الله بعد تنفع لها ألف مؤتبر للتقريب أو لا ينفع لماذا؟ لأنه يقول بابا هذولا ينافقون هذولا يزوون تقي علينا يكذبون علينا لأن الكذب عندهم ما هو من أفضل القربات من أفضل القربات نعم هذا دينهم يكذبوا عليه للسنة ومن أفضل القربات يكذبوا عليهم شا تسوي بهذا الدين؟ طبعا من وين جايبين يكذب هذا؟ جايبين أخواني من كتبهم من روايات في الكافي الكافي اللي هو صاحب أصلا أكبر كذاب الكليني علموا من شلو يكذبون على الآخرين أيضا شلون يا أخواني ندخل مع هؤلاء في حوار في مناظرة في غير ذلك لهم لا مصداقية لهم لما نقول دين الكذابين دينك يا شيعي قائم على الكذب كتبك قائمة على الكذب دينك كل أكذوب هل نحن من قال ذلك أو اتهمهم بذلك؟ لا الذي قال ذلك هم الشيعة أنفسهم المراجع أنفسهم راجعوا الكتاب اللي قرأ منا كمال الحيدري راجع كلام رشيد الحسين وهو ينسب إلى مراجع كثير رواية أنهم مو أهل القرآن ولا سنة هم يناظروننا ليكذبوا على أتباعهم ليخدعوا أتباعهم فقط اكذبوا على أهل السنة يا شيعة تدخلون الجنة وتكون عندكم أقوى العبادات وأعلى الدرجات تؤتونها بالكذب والبهتان على الصحابة والله حتى على رسول الله يكذبون حتى على النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر